وفى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بيتعهوده بعرقلة وصول إمدادات أسلحة حلف الناتو إلى أوكرانيا فقد أعلن الجيش الروسي أنه قصف قطاراً في منطقة دونياسكال أوكرانيا كان يحمل أسلحة غريبة إلى كييف وذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت شبكة السكاك الحديدية في أوكرانيا ولشبكة السكاك الحديدية أهمية حيوية في أوكرانيا فهي تستخدم لنقل الركاب وأيضاً لأهداف تجارية وعسكرية خصوصاً وأن حركة الملاحة الجوية متوقفة منذ بدء الحرب وصعدت روسيا من لهجتها ضد الغرب بعد إعلان واشنطن عن عزمها تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار وتسعى واشنطن إلى نقل الأسلحة إلى أوكرانيا عن طريق شبكة من مواقع التخزين في الولايات المتحدة وأوروبا وقال الناتو إن الاستراتيجية الروسية لن تفلح بمنع وصول الأسلحة إلى أوكرانيا حلفاء الناتو يتضامنون بالكامل مع ألمانيا والمملكة المتحدة مثل هذه الأعمال تعتبر خطيرة وغير مقبولة ولن تمنعنا من تقديم الدعم لأوكرانيا وسنعمل على التنسيق فيما بيننا بشكل وثيق في ردنا على أي عمل عدائي ضد حلفاء الناتو وفي السياق ذاته طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف وأضاف أن تعثر التمويل الأمريكي ساعد موسكو في المضي في أعمالها العسكرية وقال زيلنسكي في بداية اجتماع عبر الإنترنت بقيادة الولايات المتحدة إن الطائرات الروسية استخدمت أكثر من تسعة آلاف قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا خلال هذا العام مؤكدا حاجة أوكرانيا إلى قدرات دفاعية لإسقاط الطائرات الروسية المقاتلة كي لا تقترب من حدود أوكرانيا